إزاي أولادنا يحبوا الصلاة؟ إحنا ما تكلمنا في الحلقة مبارح برضو في رحابيها على موضوع الصلاة وزاي إن حابب أولادنا في الصلاة لكن في جزئية دايما الأمهات بتسأل فيها وتقول لك إيه؟ أصله هو بيقرنه بأبوه وبيقرن نفسه بكذا وأبوما بيصليش وعشان بقى أبوما بيصليش فالواد طالع ما بيصليش مالناش دعوه الرد عليه قوله هتيجي تسأل يوم القيمة مش بأبوك ولا بمك يا فر المرء من أبيه وصاحبتيه كله من أخيه وصاحبتيه كل اللي لك هتفر منه يوم القيمة فأنت بتسأل إيه؟ فردة فردة هتيجي قدام ربنا فردة فحضر الإجابة لوحدك ننصح الآخرين ننصح الآخرين لسه شايف بصت أحد المشايخ جاتب أحد على بصت إزاي طفل بينصحك كبير بالصلاة بيقول أنا كنت بقول لزوجتي أنا كنت بقول لزوجتي السؤال أنت بتعملي إيه في البيت؟ أنت قاعدة مرتاحة في قلب البيت وأنت بتعملي إيه أصلا في البيت؟ ده جزء أنت ما بتعمليش حاجة أنت ما بتسويش حاجة بيقول لحد ما ابني كنا معزومين عند واحد صاحبي وبعدين ابني جه وقعد يقول يلا عشان نصلي المغرف قال له يا عمو قال له عندك السجادة جوا في الصالون قوم صلي قال له يا عمو وانت مش بتصلي؟ فسكت قال له لأ وراح الولد بيقول ابني نط على رجل عمو دوت اللي هو صاحب أبو وقعد على رجل وقعد يقول له لازم تصلي لأن الصلاة ديت هي اللي هتدخلك الجن وما ينفعش مسلم يصليش وأمي علمتني أني لما نشوف حد ما بيصليفش نفضل نقول له صلي 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 وننسحه لحد ما ربنا يفتح قلبه للصلي يلا قوم صلي معايا فبيقول لما صاحب اتحرج أم عبني وصلى وقال له بقى أنا هو صليت عشان قال له لأ مش تصلي عشان تصلي عشان ربنا وصلي وانا هدعي لك أن ربنا يرزقك بأولاد لأنه كان متأخر في الخلفة فبيقول له طيب بقى افرج بقى ما جاتش الأولاد قال له لو ربنا ما استجاب ليش أنه دعاية ليك ما تصليش تاني أنا عارف أن ربنا الولد ابن سبع سنين ليه الأم اللي علمت وخده وبعد كده وقال لو نزلت المسجد وعملته وبقى سبب في أن فلان اللي هو صاحب أبوه يصلي أمي علمتني كذا وبعد الصلاة ندعي بكذا ونقول الأم 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 مفهاج جدا خلوا رمضان بداية عهد جديد مع الله عز وجل مع أولادنا في الصلاة عشان خطري آخر نصيحة قبل ما نشوف الفيديو العسل آخر نصيحة لك يا بنتي بالله عليك وخليها نصيحة بص بين عينيك ما تزهقيش ما تزهقيش وما تكسليش فيه تقولك بس تكسل ما تكسليش أمه صلوا 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 غنهالهم سقفلهم طب أعمل لهم تحفزات اربطيهم بمعنى الكرآن ومعنى ربنا وحب ربنا واستجابة ربنا يأتي الحب بعدها طوعة وتباعا نتيجة له أنا نفسي قاعد أتكلم على الصلاة من هنا لآخر الدنيا لأنه جاه عايز حاجة صلت يا ابني يا ابني متقول لك عين تتكلم ولا تتكلم سوما تصلي حبيب صلي يا ابني وبعدينه بقى نتكلمه المعنى ده في حد ذاته كفيل إنه يرسق في قلب أولادي وعقلهم الصلاة أولا الصلاة أولا أقول لكم آخر حاجة تحبب للكبير والصغير النهاردة بس شان أولادنا للكبير والصغير مين اللي بي نادع الصلاة مين الله عز وجل أنت اللي حددت المعاد ولا الله الملك المليك اللي حدد المعاد النقطة دي بصوا تعصر قلبك كده تعصر قلبك كده لو أنت مأخر صلاة لو أنت مش مواظب على الصلاة هو مين اللي حدد معاد اللقاء الله عز وجل ده لقاء مع مين مع الله مع الله الملك ليه نأخره وليه ما نصلهوش مستغنيين لا إله يبنا لا يشعلنا منهم المعاني دي قليها وكرريها وتاني لا تزهقوا لا تزهقوا ولا تكسلوا ولا خلاص ما نقول لا لده ولا ده أضع الله سبحانه وتعالى لكم بالخير أضع الله سبحانه وتعالى يا رب يكرمكم ويجعلنا كده من مقيم الصلاة إحنا وأولادنا